وصل صوتك في كل العمليات متاع استخراج وبيع وغير ومتاع البترول في تونسي محمد مرحبا مرحبا بكم أهلا السيد المستمعي شكرا جزيلا مرحبا بك أهلا وسهلا خليني في بيتروفاك مشيت؟ سكرت؟ ومشيت؟ ولا ما مشيتش؟ سؤال سهل بيتروفاك والحاجة قبل ما نتكلم عن بيتروفاك راي بيتروفاك هي تشغل حقل الشرق اللي موجود في قرقنا والحقل هذا تملك المؤسسة تونسي الأنصر البترولية بنسبة 55% وشركة بيتروفاك 45% شركة بيتروفاك هي المشغل بتاع الحقل كما نعرف معناها منذ مندلاع ثورة وبعد ثورة مباشرة صارت عديد الأعطسامات والمطالبة بالتشغيل وتم الاتفاق منذ سنة 2001 على تخصيص مبلغ ولا ميزانية تصرف للمجلس الجهوي بسفاقس لتشغيل حدد من العاطلين عن العمل باش من طولش برشا القائمة هذية هي اللي موجودة توا هي ميتين وستة وستين شخص ميتين وستة وستين هذم صار اعتسام في شهر جنفي الفارض وصار إيقاف العمل في شركة بيتروفاك وصارت عديد الاجتماعات منذ ذلك الحين في مع الوزراء المتعدين ومع الأسف موصلنيش لاتفاق وهذا اللي خلى شركة بيتروفاك اللي معنا في مرحلة أولى قالت باش توقف عملياتها معنا يوم 12 سبتمبر وبعد مدتها العشرين وبطبيعة الحال يوم عشرين وحتى الأمس معناها البارح في الليل عملوا الكونفيرماشون معنا بشي وقفوا الانتاج والانتاج هو وقف أما معنا بشي ياخذوا كل الإجراءات الفنية لتأمين الأبار والتجهيزات خطر فما معناها إجراءات يجب ما تقوم وفي نفس الوقت اللي تقوم بها الدولة لا شركة كان مشغل كان مشغل والحاجة الثانية بيترو فاك تشغل في 250 تقريب 250 عامل بشتاخو كذلك بشتبدا في الإجراءات متاع تسريح على 250 هدم حسب القانون التونسي بشتمشي للوزارة الشوق الاجتماعية للسيسيال معنا فما إجراءات أما الحاجة اللي نأكدها هو كونه الإجراءات انطلقت وبشتاخو معناها بعض أيام ومعناها الحقل والغلق الحقل هو معناها إجراءات وبدأت جاوبني على سؤال محمد العكروت خاطر معناها سكرت سكرت بدينا إجراءات فما إجراءات فنية ما هيش في معناها في ساعة بشتوفة فما إجراءات فنية لابد بش بدينا فيها بديت معناها في التسكير شنو ما سير معناها بيتروفاك هذي ولا الحقل هذي الحقل هذي إلى حين معناها ترجع الأمور في معناها قد رأوا حقل الغاز وفيه في نفس الوقت الكوندونسا والكوندونسا نخرجه فيه من قرقنا بالشاحنات وهو الكوندونسا معناها البرتكولاريتم سريع الالتهاء إذا كان ما كونش خروجه مؤمن من غير ما خاطر ما فهم حتى حدي نجم يرجع يشغل للحقل هذي من نسبة معناها للوضعية الحالية الحقل بش يتسكر إلى حين ترجع نرجع ونخدمه فيه أمور أمنية سليمة ومؤمنة شكون مش يخدم دولة نجم الدولة نجم الدولة كيمة نجم شريعة شركة بيتروفاك ولا أي شركة واحد آخر رأوا شركة بيتروفاك وقال لي قلنا اليوم بش تسكر الحقل بش تسكره مش تخرج منه معناها مش بش يصير اباندون بتاع الكونسيسيون هذا الكونسيسيون بش تقض موجودة خطر مزال فيها الإجراءات إذا كان خطر عنا في عنا عقود اللي تربطنا بالشريك هذا الإجراءات كيفاش بش تكون هاي قوى قاهرة اليوم هاي قوى قاهرة هذي قوى القاهرة اللي يصير عليها رأوا يبش يكون أخطر من هك هو أما هو تسريح العمل إذا كان من خلال 6 أشهر ما تساوتش الوضعية رأوا ينجم ويمشيوا بين معناها الاربيتراجة انترنسونال وينجم ويطالبون ويطالب تونس بيدفع غرامة عادلة للكميات الغاز اللي ما تمش انتاجها معناها تنجم لأمور تتطور وهذا اللي ما نتمنهش بيه نحب نفهم أنه التسكير مش تسكير هو هو تسكير مؤقت وهذا كيفاش يبش يكون تسكير مؤقت بيه واضحة لصورة خاطر عليش وصلنا للحالة هذه عليش وصلنا للحالة هذه سيمو حامد العكروت الرئيس المدير العام لشركة تونسية الأنشتة البترولية في تقييمك انتي معناها شو في تقييمي اعتقد في معناها صارت عديد المناقشات وبرشة معناها طلبات من جهتي في معناها في الأسبوع الأخير اعتقد اللي معناها صار صارت بعثة وزارية هبطت اللي سفاقس يوم السبت ويوم لحد وتقريبا الاتفاق والمشروع الاتفاق هو يستجيب لكل طلبات الأخوة هذا المتين وست 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 كيفاش هما معناها القائمة اللي عندنا متين وست 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 قلنا نقسموهم على اثنين اللي عندهم أقل من البكالوريا باش نعملو لهم شركة خدمات سميناه وباش نوفرو لها معناها على طريق المجلس الجهوي المؤسسة تونسية الأنشة بيترولية باش توفر لها راس مالها اللي باش يكون تقريبا في حدود اثنين فاصل خمسة مليون دينار المؤسسة الدولة معناها الدولة مش بترفاك لا لا الدولة 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 باش تدفع اثنين فاصل خمسة مليون دينار كرأسمال للشركة هذية اللي باش تكون شركة وطنية باش شغل الناس اللي ما عندهمش مستوى باكالوريا باي بالنسبة لناس اللي متبقية الدولة تعهدت باش تاخذهم في اماكن العمل المتاحم اللي هون موجودين هم قداش معناها من الميتين اللي 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 ما عندهمش باكالوريا تقريب خمسة والاخرين الدولة تعهدت باش تاخذهم على ثلاثة سنوات في اماكن العمل المتاحم اللي هون هذوما الناس يخلصوا ويخدموا في السبطار ولا في البلدية ولا في المعتمدية ولا في مكتب ولا وينيجي كذلك الدولة قالت أنا بالنسبة للناس هذم اللي فيه يحب ينجز مشروع أنا مستعدة باش نعاونوا وباش نعملوا لو نكادروا ممتع ولا عمي معناها باش ينجم يبدأ خدمتو الحاجة الثالثة اللي كيف كيف قلنا قلنا مدامي هم باش يصيروا معناها التدريجين باش يدخلوا الوظيفة العمومية احنا كشاركة معناها احنا وبيتروفاكل وشاركة اخرى موجودين غير باش نقعدوا نمدوا المجلس الجهوي تقريب مبلغ فيه حدود 1.5 مليون دينار على اساس الناس اللي ما هيش باش تدخل للوظيفة العمومية في 2017 تقعد تقلص تقعد تقلص تاخذك المنحة هذيك واضح الحاجة الاخرى اللي معناها كانت مطلبات متعلو خيان مو نعرف ووقت اللي صار اعتصام بيتروفاكل ومبعد معناها الظروف الأمنية اللي صارت صارت عدة قضايا تفهمنا قلنا بالنسبة لشركة بيتروفاك الناس اللي نرجع وننجوا ارانا مستعدين باش نتنازلوا على القضايا هذي اعتقد معنا بهذا الاقتراح اللي مشينا فيه باي ما وصلتوش لاتفاق الى حد الآن ما وصلناش لاتفاق باي الحاجة اللي اللي نحب نقوله ونحب نأكد عليه اللي كونه في هالعمليات هذية الكل راهوا طرف رئيسي معنا وعمل معناها نعرف اللي لخيان في اسفاق سوالا في تونس بطلوا مجهودات كبيرة باش نوصلوا للاتفاق معنا هذا ما نجمش نمر عليه باش ما نأكدش على الدور الايجابي اللي لعبوا الاتحاد العام تونسي الشغل في العملية سيمو حامد عكروتلوس مدير العام لشركة تونسية الانشتن البترولية ايقاف شركة بيتروفاك الانشتن تاح توا لمدة ستة اشهر والبداية في اجراءات الخروج شنو تأثيره علينا تأثيره خسرنا ثمانية مئة متر مكعب في اليوم من الغاز واربعمية برمية من الكوندونس يوميا وبطبيعة الحال الناس كل تعرف للغاز اللي ننجو فيه رانا نستهلكو فيه رانا يمشي للانتاج الكهربية في الستيك بديدارتوس الغاز هذائي اللي مناش ننتجو فيها رانا نتو نوردو فيه من القطر الجزائري شقيق ووردو فيه بالدولار بي واحد خسارة اخرى خسارة اخرى خسارة اخرى هذا الخسارة الاخرى اللي نحب نقولها هو احنا توا في تونس بيش عندها مؤتمر الاستثمار فيها واخر نوفمبر شنو والسينيال اللي بيش نعطيوه للمستثمرين اذا كان احنا مناجم ناس نستحفظوا علي موجودين عنا ونوقفوا فيهم شنو بيش يكون بيش يجينا هذا بصيفة عامة وبالنسبة للقطاع بالنسبة للقطاع معناه سكتور الانيرجي اليوم راهوا كل الناس اللي تجينا شي كالسؤال للتاب ولا للإدارة العامة للتاقة اول سؤال يسألو كش عملتو في بيتروفاك تونك راهوا اذا كان نوصلوا باش نحلوا مشكلت بيتروفاك راهوا باش نعطيو معناها سينيال قوي ياسر يا أما للشركات النفطية اللي تشتغل في تونس وكذلك معناها باش نعطيو سينيال للمؤتمر تعل السثمان عليش لشيفر تراجعوا متاع الموارد تونس ميناء البترول في 2016 الأرقام في تراجع بنسبة تقارب 8% لحد الآن وتوقعات في تراجع بنسبة 10% هل أنه أرقام متراجع من 2011 تقريب وهو في تراجع احنا متراجعين في المئة بالمقارنة ب2015 قد يشتراجعنا بالمقارنة ب2010 تقريب كنا ننتجو في حوالي النفط ننتجو في 70 70 ألف برميل اليوم ننتجو في 45 هاي اليسر معناه ثلث السؤال والإجابة عليها معناها سهلة ووضحة شكروني الحقول النفطية بصفة عامة اللي تنتج راه فيها تقلص طبيعي معنا تجبت من عندك ريزير معينة قاعدة تجبت فيها كل عام بطبيعتها كل عام تنقص إذا كاني وين تنجم تحسن انت وقت اللي فما نشاط جديد فما اكتشافات جديدة فما حفر أبار جدد هو الي بيتخرج بهم معناها احتياطات جديدة إذا كاني نشاط الحفر ونشاط الاستكشاف والحفر يتعطل طبيعي جدا باش تلقى روح في التقليص هذا في التقلص اللي على خطر سكيمة توم معناها وقدري تقولي ثمانية في المئة ولا عشر في المئة عن عشرة أشهر حق الشرقي اللي ينتج اثناش في المئة من الانتاج الوطني متوقف هذا كعنده أنا 45 و12 57 كاش على البلاسة باش تلقاه دونك فما التعط فما تراجع الانتاج التراجع الاستكشاف وهذا هام جدا عليش تراجع الاستكشاف تراجع الاستكشاف هذا اللي فما أول حاجة الكونجونكتورة الاترنسونال اليوم النفط يتراوح ما بين 45 و50 وصلنا حتى في أول 2016 27 دولار دونك الناس معاش تستثمر خاطر الاستكشاف أنا وفيه مخاطر الاستكشاف يتحمل الشريك الأجنبي يتحمل واحده الريسك متاع الاكسبوراسون وبعد اذا كان اكتشف تدخل مع هالمؤسسة دونك فما ريسك وبينصير وقت اللي كل واحد قبل ما يدخل فكالمخاطرة هذيك عنده معناها سباته يعرف بش يمشي غادي قداش بش يلقى وشنو بش يكون اذا كان يلقاع حاجة شو يكون مربوح بالمستويات متاع 30 و 35 دولار معناها الاستكشاف ما هوش مجدي ان شاء الله وخاصة في تونس اللي خاصيتنا تونس اكتشافاتنا الكلها صغيرة الحاجة كان 2000 و 2000 و 500 2000 و 2500 هذا من كلهم 30 دولار رقم ليميت ليميت معناها ما يتعدىوش هذا الحاجة الثانية اللي صارت لنا هي الاحتجاجات الاجتماعية وهذا معناها حق مشروعة عمري ما ننجي ضده اللي وصلنا في حفارة بش تتنقل مفروض حفارة يشتغل عليها 45-50 بشر نساء وصلنا نخدمو عليها 270 على حفارة على حفارة وش يعملو؟ دونك هذيك الكلها تكلفة وش يعملو؟ فما اللي يشتغلو فما اللي عمرو ميحط سقيح هذا بش تبدل أمور واضحة وين هذي؟ وإذا كاني ما نحبش نتكلم على وين ما معروفين وين أما وصلنا في الوضعية هذه وصلنا في وضعيات أخرى اللي فما حفارات تتمنعت بش تمشي الشركات ما تنجمش جي تقول أنا باش نمشي نحفر بير نقعد نستنى في عام حتى وإلا أنا عندي خدامتي مياه وما نخدم في 70 ولا في 50 وتشبروني باش نخدم 120 و130 هذيك الكلها كلفة كلفة محسوب عليه دونك فما هذه الحاجة الثالثة اللي يلزم نقولوها اللي جاءت في وقت ملوقات واللي نشكه في كل الشركات وفي كل الناس كلهم سرقوا وكلهم سرقوا فينا وينهبوا فينا بالنسبة للشركات يقول لك إذا كاني أنا ما عنديش رؤية على المدى الطويل شنو ولا ما صير العقود اللي نمضي فيها اليوم مش نمضي عقد ونصرف ونلقى اكتشاف وغدوة يجيون يقول لها باش نأمم ولا باش نطردك ولا رك تسرق فيها ولا هذي ملمومة الكل خليتش وضعيتنا اليوم مش نيال قدرش تراجع الاستكشاف الاستكشاف في معدل الاستكشاف في تونس كنا ما بين 12 و 15 بئر سنوية تتحفر تتحفر هاي خطر الاحسن انديكاتور هو الحفر لأخر كلهم سنة 2014 حفرنا 4 سنة 2015 حفرنا 5 السنة الحالية الى يومنا هذا كبئر استكشافية على رخصة حتى واحد حتى على رخصة استكشافة خطر بئر اللي حفرناه حفرناه على متئاس كمعناها بئر استكشافية بمعنى بأتم معنى الكلمة معناها اكتشاف جديد ولا في حقل جديد وفي منطق جديد حتى اليوم سفر سفر أبار واذا كان في أحسن الحالات باش ننهيو السنة بجوز أبار في أحسن الحالات هذا هذا هذه وضعيتنا اليوم دونك بطبيعتها اذا كان علش الاشكال اللي موجود مدامي ما رجعش نسق الاستكشاف للمستوى للمعد المستوى راو انتاجنا بشقاتتنا ينقص بالمقارنة فمؤسسات مستطلع عندنا ثيقة فينا مثلا تشوفوا اليوم اكتشافات مثلا معناها أبار جديدة وتطوير لحقول وكذا في شارجي وكان المفروض في سنة 2016 عندنا حفر زوز أبار كانوا مبرمجي ما تحفروش بالظروف طبعا ما تحفروش وفي كيف كيف زاد اكتشاف بير في العريش في سحرة تطوير اكتشاف العريش هو في امتياز العريش تطوير تقريبا مش تطوير ومش تركيبة في وسط امتياز قبل ما نجدش حفرناها وانا اعطات تقريب في حدود المعنى اللي تكلمنا في حدود 2000 برميل 2000 برميل هذ المعنى الجهد اللي يلزم بش يكون هو كيفاش بش نرجع للمستثمرين الثيقة في في الدومان ميني متاعنا وفي بلاد ليش ما فماش اليوم سيمو حامد العكروت رئيس مدير عمساري كالعامسة البترولي فماش عقد واضح حول المؤسة أو حول المسؤولية الاجتماعية لكل مؤسة بترولية تكون مسألة واضحة معناها مش كل واحد يجبد منه ويجبد منه فم عاقد واضح كل ما يجي يعرف راه وعنده مسؤولية اجتماعية في كذا وكهو وانتهى الأمر مع الجيني واحد يطلبني نتفق عليه النسك راهي هاي المسؤولية الاجتماعية وين تبدأ وين تقف في العقود البترولية في العقود اللي مكتوب ما ينصوش على المسؤولية المجتمعية تبقينا الشركات الكل فين تشتغل معناها تعمل فيه عندها مسؤولية وعندها حاجات تعمل فيه اللي صار مثلا نعطيك هذا في وقت مراقات كنا في الجنوب التونسي في تطوين في ولاية تطوين بضبط فما تقريب ستة ولا سبعة شركات تشتغل ومنهم أربعة شركات منشرة اللي هي بطبيعة الحال لتاب كشريك ومتكو كل واحدة كانت تشتغل وحدها وليفورم كل واحدة ما كانش يظهر لمينهم الأربعة وعملنا جبنا مكتب دراسات عمللنا دراسة شاملة على شنو الحاجات اللي نجم نعملو في تطوين وعملو وصول حتى عمل لمينة شركات اللي كانت كل واحدة تصرف في خمسمائة ولا ستمائة ألف دينار في السنة لمينة وعملنا ميزانية تقريب وصلنا ثلاثة مليون دينار في السنة وعلى امتداد ثلاثة سنوات يجيوا تقريب تسعة مليون دينار والأكثر هما تقريب ثلاثة سنوات ونصف فيهم 11 مليون دينار وبدنا ننزو اليوم وهذا مش ريان من لوخيان في تطوين معناها لليوم تقريب خلق ما يزيد على 400 موط شهر في سنة بجزء منهم بالقسط الأول وبطبيعة الحال نتعامل مع السلطات الجهوية من ولاية من فلاحة من تجهيز من الصورة مش واضحة معناها عقد واضح جي تقول رو انا مش نعطي واحد في ونصف المئة وثنين في المئة واضحة في العقود ما هيش موجودة نقول لك في العقود الخطر كان جي تحطها في العقد من اللول تقول وراني عندك بار كذا كان التاكس حطيت عليها من اللول هذا خطر بحاجتين كبار برنامج العمل اللي يكون سيسميك ولا فراج ولا هو وتلتزم بأداءاتها حسب القانون كذا كان انت بجي اليوم تقول لوراك عندك واحد ونص ولا اثنين في المئة من مدخيلك ولا من مربيحك تحطهم في هذا انا كان يون تاكس جديد حطيت في العقود وفي القانون في مجال المحروقات ماش موجودة هو يعرف هنش قلت لك خلي تكون واضحة هي توضيح زادة للمواطنين اي 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 اراو بش جي تقول اليوم نخصص اول حاجة مش تخصص واحد في المئة من ايش من شي فرتفاع شوش كننحك كمبدأ كمبدأ الشركات للمحيط متاحها للمحيط متاحها مستعدة بش تصرف انا اكدلك هذا ونتبعوا فيه مستعدين بش يصرفوا في نتاق برامج ولا مشاريع واضحة وطنية مش مشاريع الناس مشاريع دولة لا 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 خلينا بمشاريع الدولة وشاريع الدولة هذة كننصرفوا فيهم هذة مشاريع لإعانة ولا مستعدين بش يصرفوا في نتاق منظم واضح ترانسبران خاطر هذا اللي خاف ما يقول لك خاطر وقت اللي مش تولي بش تعطي قروض ولا بش تعطي إعانات مش يجيك مش دورها مش دورها مش دورها مش دورها لا 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 نعطيه ونعطيه مش مشكله ما نعطيه نعطيه يعانات موحامد العكروت شو؟ عطيني مش تعمل جردان بوبليك عطيني مش تفرده فيها صغار عطيني مش تعمل كذي يعنيتش معناها مش نعطي في الفلوس راني ندور مش كارا فلوس ومهرر نعطي في مدرسة مثلا سنة الفارتة في مدرسة في شئ اسمها بير والله ما نعرف نسيتها مش وصرفنا عليها سبعين دينار ورجعناها مدرسة من أعلى تراث سنة نفس العملية في نتعامل في إعانة الشباب اللي عندها مش هائد ولا ما عندهمش وعنده صنع يحب يعمل مشروع نتقدمه على طريق البيتياس ولا البيتياس بصفة منظمة نعاون ونعطيه قرض ونعطيه الباية صار تشكيل بلان تيريس ولا بلاق ونقول لسيدي مسالش بلاش ان تيريس ومشيت العملية تاو كان عندي حتى مام تود روكوفرومون ممتاز معناه شمعناه كان ولا يخلص فيك معناه مشروعه مشيه دونك هذا في تطوين لحقيقة مشيت بصيفة ممتازة في قبل لي توبدينا الحكاية معناه في قبل لي نفس العملنا نفس الاتفاقية وبشي بدأ في قرقنا اقترحنا عليهم نفس الشي في الاتفاق هذي قلنا لمرنا باش نخاصصو لكم مبلغ للمسؤولية المجتمعية للشركات في قرقنا مستعدين باش نحاولوا الناس وباش نعملوا مشاريع وهذا موش مزيه زادا ماذا بينا في كل المؤسسات في كل موشي كامل تورب الجمهورية شوية شوية تعال نسكولتو هذا اللي قاعدين نشتغلوا عليه عشكنا عندك إذافة أخرى حول الوضع متاعنا معناه تحب تقول كلمة في الاخرسي محمد العكروت المدير العامل السريكة توصيل الانجسة البترولية الوضع متاعنا نقول معناه وضعنا صعيب والوضع طاقي في البلاد بصفة عامة راو كنا في هنذكر شوية في الفين وعشرة كانت نسبة تغطية تقريب مية في المئة معنا كنا تقريب نغطيه مية في المئة من حاجيات اليوم راو نزلنا تقريب الخمسين في المئة الغاز لا كلها معناه في نفط وغاز لذلك راية وضعيتنا صعيبة ما هيش كما يتصوروا الناس اللي نقول نعم ولا بحرم اليوم منعنا بالحق اليوم منعنا بالحق الي سعر النفط راو نزل تصور في وضعيتنا هذه قعد سعر النفط بمية وعسرة ومية وعسرة والشسم معناه السبفنسيون متاع الدولة في خمسة ولا ستة مليون دينار ستة مليار دينار كما كانت في أقبل بحرم المساج اللي نحب نعديه الحقيقة الحقيقة راهو الاستكشاف راهو فيه ريسك وإذا كانت ريسك هذا اللي حتى التوى الدولة راهو ما تنجمش تقدر عليه ما تنجمش الدولة تأخو ريسك على عشرين بير ولا على عشرة بيع كلا تكلف البير البير إذا كانوا في البر يتكلف تقريب بخمسةاش مليون دولار فالبحر راهو يوصل حتى الخمسة يعني مئة مليون مئة مليون وهذا مع هذا راهو اللي معاناها النسبة النجاح تودو سيكسي متاعنا في تونس كانت تاخذوا حال البلاد الكل راهو ميفوتش عشرة في المئة تحفر مئة عشرة يطلع فيهم وتسعين لا هل هذه المعادلة هذه الكل اسكت دولة اليوم في ظروفنا مستعدة باش تدخل فيهم ولا لا نراها اللي أنا صعيب شوية ولذلك معانا هل فورت على الدولة يجب أن يكون متواصل وكذلك رانا حاجتنا بالمستثمر الأجنب وهل باش يجيك المستثمر أجنبي يجب أن تهييلوا المناخ باش يجي يستثمر شكرا لكسي محمد العكروت الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشتر البترولية شكرا برك الله فيك بارك الله فيك